طيب أهلا بحضراتكم ولازلنا معكم في برنامجنا التسعة ومش ناوي نانا أضيع وقت بل إن أنا رغبتي الأساسية والأولى والكاملة هي استثمار الوقت الاستثمار الأمثل مع معالي وزير الخاربية السابق سات السفير نبيل فهمي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك لا بالعكس ده أنا اللي بشكر حضرتك إنك فرغت لنا جزء من وقتك الثمين وأنا أعلم جيدا يعني حجم وغلاوة هذا الوقت يعني لسه فيه نيمكن هبدأ الأول بالمقال الأخير المنشور في الانديبندنس حول مستقبل العلاقات ما بين القارة الأوروبية وما بين منطقة الشرق الأوسط وأنا أقدر أقول بأريحية شديدة أنا قررته بالضبط ثلاث مرات ثلاث مرات وراء بعض يعني مدلش لنفسي فرصة كل شوية عادت أعيد القراءة بتاعته وحتى أنا كنت لسه بقول الحضرتك كنت بكلم مع أكتر من زميل وصديق لي وأقول لهم أنا ما أريدش هذا الطرح على الإطلاق شكل العلاقة ما بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط اللي حضرتك خالصت فيها أنه مش في المستقبل القريب قد نجد تأثير أوروبي على قضيان الشرق الأوسطية وهنا أنا هسأل حضرتك علشان المشاهد يفهم ليه؟ ناخدها من بعيد ونقرب المجتمع الدولي بيأكمله يتعرض حاليا ويواجه أخصفة مكتملة القصص الرئيسية احنا قد بين قد بواحد أقادة أقطاب النظام الأساسي بمؤسساته أمم المتحدة البنك الدولي صندوق النقد حتى العملة الأساسية الدولار كلها أصبحت محل شك وتساؤلات ارتباطا بذلك بنجد القرى الأوروبي ده يكاد أغلبها غربا وكيف يشق شرقا مع الاتحاد سبياتي أوروبا حاليا جزء من هذه العصفة في مرحلة بحث عن الزيت عايزين نبقى يمنيين يساريين ولا حاجة في الوسط وإذا خدنا قضية واحدة بسيطة ليه أحتاج غزة الأخير أول تصويت في الجميع العامة أوروبا صوتت أغلبها في اتجاه إسرائيل صحيح مع استثناءات بسيطة تاني تصويت تتأسم ثم وجدنا رئيس وزراء إسبانيا ورئيس وزراء بورتغال هنا مع الرئيس السيسي وبيعلينا صراحة أنه اللي بيحصل في غزة ده مخالفة للقانون الدولي ويجب وفت لق النار عكس الكلام اللي في الأول أوروبا بتبحث عن نفسها عايزة تحدد إحنا هنكون إيه بالزبط هل شرق أوروبا تبنت الفلسفة اللي هي أوروبا غربية وإنما بس انضمت كشريك وحتبعت بعضيها عن بعض الدولي عن بعضيها واقع الأمر أن بعض الدولي شرق أوروبا أصبحت غربية أكثر من الغرب والبعض الآخر لازم متماسك بالمواقف اللي هي توجه شرقي لما حتى داخل أوروبا الغربية القديم وزمان كان الحديث ألمانيا وفرنسا يعني هم اللي بيقودوا أوروبا وإنجلترا قبل بريكسيت طبعا كان لها دول ما فيش النهاردة زعيم أوروبي للرياضة فهي بأمانة بحث عن الزات بدون زعيم لا تستطيع الانعزال عن الشكل الأوسط نتيجة الجغرافية قريبين مصالحهم وريبة معنا مشاكلنا قريبة معهم لو حصل تحجير حتما هيؤدي إلى أثر في أوروبا في تطرف حتما هيؤدي إلى أثر في أوروبا والعكس أيضا النهاردة الدول الأوروبية اللي كانت مثالية في التعامل معه الإنسان ورعاية المشاكل الإنسانية زي السويد شمال الأوروبي أصبحت النهاردة دولة متشدرة ضد اللاجئين والمهاجرين يبحثوا عن الزاد أنا أجي النهاردة هعتمد عليهم إزاي أنا بعتمد على حد يقف معي في الأزمة مش يقف معي في الزرف البسيط والحالو هم النهاردة وخاصةً كمان أضيف إلى بحث عن ذات الشق شق الآخر حادث يوكرين خلق أزمة أوروبية ودافع الأوروبيين مرة أخرى إلا الخضوع والنزول تحت الغطاء الأمني الأمريكي فأوروبا لسه فيها عقد من الزمن قبل ما نقدر نقول التوجه الأوروبي كذا والتوجه الأسياوي كذا والتوجه الأمريكي كذا لسه ولازم نشوف جيل جديد من القيادات السياسية الأوروبية هل أقدر أقول أن هناك صعود لما يمكن أن يسمى بالأصوات القومية أو النعرات القومية صعود يميني في أوروبا فيه طبعا فيه لما يواجهوا هم كانوا عايشين في حلم أوروبي يعني مشروع تعاوني صناعي وقتصادي لأوروبا غربية حانبني المستقبل مع بعض وكان مشروع ماشي لما واجه أزمة أو أكشلي عشان أعدل الكلام لما انتصر بداية الأزمة جات من إيه لما شارق أوروبا نضمت غرب أوروبا فأصبح فيه خليط صح وعضة عيارة بقى مختلفة وبعين لقينا فيه مشاكل واللاجئين عساسا المشاكل الاقتصادية في أفريقيا بدأوا اللاجئين اتجهوا غربا بحثا عن العمل ثم حصل أفغانستان ثم حصل سوريا شارق أوروبا نفسهم كثير من الدول الأفقر مواطنيها هجروا اتجاه الغرب صحيح فده خلق أزمة أزمة في الهوية وأنا بقولها بكلمة دي ليه؟ لو بصيت الألمانيا من أغنى دول أوروبا فيه توجه يميني ضد الغريب ألمانيا محتاجة أكتر من مليون عامل من خارج ألمانيا في السنة عشان الاقتصاد الألماني ينمو ينمو يعني محتاجين للاجئين وفي نفس الوقت كارهين للاجئين وفي نفس الوقت معدلين قوانين الهجرة علشان يسمحوا بالمزيد من الهجرات بس من مرة معينة مش من كل عالم يعني كل الكنام اللي كاننا بيقولوه في الماضي بدأوا الله ده بقى مش كلام نظري ده عمليا بيأثر فيه إزاي؟ والهوية بتاعتي إيه؟ وأنا أعتبر أوروبي ولا خليط يعني الدولة عالمية ولا الدولة أوروبية وأحد مشاكل مثلا إذا خدنا حالة أخرى بريكسيت أحد النقاط الرئيسية في بريكسيت عند الإنجليز إنه إحنا جزء من أوروبا إنما إحنا إنجليز الأول مش أوروبيين الأول فإذا عايزنا نفصل فالطيارات دي موجود وجزء من التراب العالمي وجنوبا جنوب بحر أبن توسط بكل صراحة شخص أوسط بيأمر مرحلة التحول والترابات الشديدة صحيح أولا نخلف التواصل القوبة ثم نتكلم على قضايا كتير إنما أنا ليه في المقال أشارت إلى إنه ما اعتمدش على الأوروبا إنما ما نخفلهمش إنه مجران حتى كوصفت إنه يجب علينا العمل على استثمار طويل الأجنب أولا كل أزمة فيها تحمل مشاكل وتحمل برضو فرصة إذا كان حد بيبحث عن الذات مش يعني مش قافل فكره على قرار معي هده يبقى الفرصة اللي أنا أخبط على الباب خبط على الباب بطرح نفسي طرح المزايا النابعة عن التعاون معي وبرضو دوري في بلورة مستقبل أفضل ومعاجة المشاكل اللي هي في زهنه فإن اللي عايز يعتمد على أن أوروبا تشيل لا مش هتشيل طب صعود اليمين في أوروبا من جه وحالة البحث عن الذات في أوروبا من جهة أخرى زي ما حدتك وصفتها هل ده ما يوزنوش إنه هناك مصالح واستثمارات أيضا أوروبية كثيرة وواسعة مع العديد من دول الشرق الأوسط وبالتالي تدفع أوروبا للمزيد من الفاعلية في قضايا الشرق الأوسط لاستقرار المنطقة حفظت على مصالحها اقتصادية نعم سياسيا لا المادة هتوحكم القرار الاقتصادي الأوروبي وبدون الدخول في أسماء دول منعا للحساسية طبعا بكل صراحة لقى أنا تجارب ومصر لها تجارب مع دول كيند بتنتقدنا بشد أول ما لقوا إن في مشروعات ممكن يعني يرباحوا منها كانوا من أكثر الدول حصلوا التهديئة للنبرة تهديئة للنبرة أو يعني حطوا النبرة ك خليها على جنب للوقت وأنا ما بعيبش عليهم ذلك لإن إحنا كنا بالقصة من قولهم يا جماعة عادينا نحسن كل شيء إنما بس كل حاجة بأسلوبها وأنا أحب إن المصري ينتقد المصري ويحسن المصري أنا أحبش أسمحها من من الأوروبي أو من أي جهة أخرى من أي حاجة لإنه كمان برضو ما هو لو خدنا مرة أخرى الحالة تقعد غاز فين العالم الغربي ده اللي كان قاعد بإطراح لي قانون الحقوق الإنسان وأنا مؤيد للحقوق الإنسان والقانون الدولي وأنا مؤيد للقانون الدولي اختفى فين كون ده فغاز؟ هو قانون الدولي وانتبق بس على الأعدو ولا انتبق أيضا على الصديق المهم هم ما يدرش يجي يقولي إنه قانون اتفاقية جينيفا الرابعة نص صريح لا يجوز الاعتداء على أي مصح أو مستشفى تحت أي ظرف مصروف اللي شفنا ده ما فيش أي مجال نهاردة استغربت جدا كنت بتابع التحقيق اللي حصل مع ديبيت كاميران في مجلس العموم البريطاني من لجنة الشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط والجمال الأفريقية فلما سئل عن إنه هل يرى إنه ما يحدث فيه فلسطينة وشكل المشكال الإبادة الجماعية قال لا طب هل ترى إنه الجانب الإسرائيلي يخرق القانون الدولي الإنساني قال لهم لا فأنا استغربت جدا لا أزاي؟ في حين أنه أغلب دول العالم بتقول العكس ليه إنجلترا بالتحديد لو أنا حبيت أن أنا أفصلها في قرارها عن الاتحاد الأوروبي ليه إنجلترا بالتحديد واخد هذا الاتجاه؟ كلما اقتربت من أمريكا كلما هتلاقي الموقف أقرب لتجاهل مخالفات إسرائيل وترحل حجر بيه وحد أدفلك مثال آخر زي أنا تقولت بالضبط المتحدث للتحاد الأوروبي لللجنة الأوروبية في برنامج في التليفيجين أنا شفته الصحفي بيسأله بيقوله اللي حصل في غاز من إسرائيل اللي مخافر القانون الدولي آسف بيقوله ونجرجنه اللي حصل من روسيا في أوكرانيا ده مخافر القانون الدولي ضربوا المحطات وعملوا قال له قاطر على مخالف قال له طيب اللي حصل في غاز لما سئل ضربت محطات الطاقة وكذا ما في قانون الأهل لا قال له تبزع اجمع في شيروت يعني تنقض واضح مرتبط بتواسن قوة والتواسن السياسي داخل البلد التواسن السياسي داخل البلد لا زال في الغرب على الأقل لا زال مؤيد لإسرائيل أكتر من الجانب العربي والفلسطيني إنما فيه تحول ليس كافيا واعتمدش على إن التحول ده هيشيل القضية إنما فيه تحول وخصوصا من الشباب إن الحج الوهية القديمة إن إسرائيل دولة مهددة في ساحة خطر وإنه الخطر من شرقا وغربا وشمالا مع كل السنين دي واستمرار الاحتلال كل المدة دي وتباهي إسرائيل مرارا بإنها له يد طولي في أي مكان في المنطقة العربية معهم تبتلش تفعل الشيء وتنفيه عملوها فإذن الشباب في الغرب بما فيها كثير من الشباب اليهودي لم يعد يقبل بقصة إن إحنا الضحايا مش معنى هذا إنه وصلوا إلى إحنا بقى هنقيد فلسطين طبعا إنما إسرائيل بأمانة لم يعد يقبل السردية الأديمة لا وحتى الأمريكان أمريكان لازلوا بيلعبوا على الكارتل الإسرائيلي خارجيا وداخليا في الانتخابات إنما أنا قدر أقولك إنه الرئيس بايدن حيواجه مشاكل حقيقية في الانتخابات اللي جاية لا اعتبرات كثيرة أخذ بالك إنما من ضمنها الأول مرة إنه خسر اليسار في الحزب الديمقراطي وبما فيها العرب الأمريكان في ولايات محددة بتؤثر على ما يسمى الإلكتورال كوليج زي بريت ميشيجين وغيرها الولاية دي بالتحديد كسبها ترامب لمنتخب صحيح وهي ولاية في الغالة تبقى ديمقراطية إنما أحيانا لو بايدن خسرها وخسر اليسار فضلا عنده مشاكل أمريكان يعني كثير من سياسات بايدن يعني نكحة بالنسبة للأمريكان كثير منها إنما ما لهش قبول مش قبول لعدة أسباب أولها إنه الأمريكان دايما بيبصوا الرئيس بتاعهم القائل بتاعهم يكون شاب وعنده يعني عافية كده وعزيمة وبايدن كبر بصراحة يعني الأمريكان عوزين دايما ينظروا إلى رئيسهم باعتباره رجل أمريكا القوي آه ولازم يكون شاب بصراحة بقدر إمكان يعني النهاردة بايدن هيبقى أكبر رئيس جمهورية كانت تخب لو فاسوا النتخبات اللي جاي آه اللي قبليه أوباما وبوش الإيم خلصوا في أول الستينات مش بدأوا خلصوا في أول الستينات فدي الطبيع الأمريكاني الأمريكاني بالطبعه أولا دولة مهاجرين إذن دايما بالنسبة له الغريب والجديد أمر طبيعي بالنسبة له عايز يشوف تغيير فبايدن أول مرة يدخل مجلس الشيوخ كان أعتقد من حوالي خمسين سنة تقريبا آه فتكلم على جيل بالكامل آه ما كانش موجود أصلا من الناخبين لما بعدين تدخل أول مرة ف إزاي هيقوا دايقوا العلاقة بينه وبين وده أنا ما تكلمتش نهائيا على مين مرشح الجمهوري أولا ما عرفوش إنما أنا في اعتقادي ومش حاجز أجر النقاش إلا هذا الموضوع ده هيفوز في الانتخابات الأمريكية القادمة الرئيسية هيفوز لأنه المواطن الأمريكي كاره المنافس فتاعه أكثر منه فهيبقى وكأنه تصويتها عقابي ضد الديمقاطية مش معه أو ضد الجمهوريين يعني لو في النهاية بايدن كسب أو حد يعني دي مقاطي أخي كسب حقيقة بني إننا مش حابين ترامب مش إنهم حابين بايدن حتى لو بايدن كسب لو بايدن في النهاية كسب فالانتخابات هيحركها تصويت عقابي على الترافين تصويت عقابي وقاين بصراحة لما تبص للمرشحين عندهم حق تصويت عقابي طيب في جملة حاتك قلتها لي من حوالي ثلاثة أو أربعة دقايق قلت كلما اقتربت من أمريكا سوف تجد المواقف أكثر شدة يعني لما كنا نتكلم على موقف ديفيد كاميرون والخارجية البريطانية أو بريطانيا بشكل عام من موقفها في الشرق الأوسط هنا ده يخليه أسأل على مسألة كيف تنظر أمريكا الآن في الوضع الراهن لمنطقة الشرق الأوسط هل هي مش مستشعارة أي خطورة على مصالحها في المنطقة نتيجة هذه الحرب ولا هل هي ضامنة 100% من وجهة نظرها أنها تستطيع السيطرة على هذا الصراع وعدم اتساعه نجاوب على أجوز إيه أمريكا وقبل كده حد سوفيرتي وصمار روسيا كانوا بينزروا للشرق الأوسط وفي دماغهم حاجتين السراع والتنافس الحرب بردة فإذا موقع جغرافي عايز بلاي تواجد هناك عشان غريمة ماكوش اللي تواجد وشما الأفريقيا المشرق جنوبا للخليج مواطئ القدم الحرب خلصت فإذا اهتمامه عشان الحرب قال ده مش كراهية ولا حب ولا دعوه بإسرائيل ولا العرب اهتياجي للمنطقة جغرافيا قل كثيرا لم يختفي إنما قل كثيرا الجزء الآخر كان طاقة روح أمريكان أكثر من روس إنما أساسا كان طيب بوليتيكس جزء والطاقة جزء الثاني أنا في ضوء التكنولوجيا الحديثة بقدر أجد طاقة في الحدود الأمريكية حول البحر مش محتاجة طاقة الشقة أوسطية بهذه القدر وهي طاقة مهمة في تحديد سعر السلعة ليس في توريد فإذن ده اللي خلى أوباما يقول أوباما كانش كاره للعرب ولا مؤيد الإسرائيل ولا كاره للإسرائيل ومؤيد العرب إطلاق إيه اللي خلىه يقول أنا حركز على آسيا أي والبيوت لآسيا ليه؟ لإنه أرى ووجد إنه خلال العقد القادم عشرين تلاتين عشرين خمس تلاتين ستين في المائة من الطبقة الوسطى في العالم يكون فأسيا فإذا الفلوس هناك صح المادة هناك المصلحة هناك ثم المنافس الرئيسي اللي هي في المستقبل هناك هو الصين مش روسيا هو بعتبره لو تقرأ التقرير الاستراتيجي الأمني الأمريكي بعتبر روسيا جزء من التاريخ والصين هي المنافس المستقبلي ففي إطار هذا الشخ الأوسط سيكن تير طبقة تانية في الأهمية أهمية الحرب وهنا خطأه بعض بدون شك الشخ الأوسط مستقر ممكن تيجي تقول والله أنا مش هركز عليه أكتر من وهركز على قاسي إنه ماليسي تاخد فيها التقرير بقى داك إنه طول ما هو مش مستقر ممكن ينشعل في أي لحظة ويهدف مصالحك وده اللي حصل وعلى ما يبدو هو ما عملش حساب إنه بما إنه عنده تخوفات أو مخاوف من بكين إنه الكين سوف تشعل حرب باردة جديدة وعملياً هو أصبح في حرب باردة جديدة ما بين بكين وواشنطن وروسيا أحد اللاعبين في هذه الحرب معاك إنما هي الحرب الباردة مش حرب جورفية بمعنى هي حرب تكنولوجيا مين اللي يسيطر على التكنولوجيا أكتر من التاني التكنولوجيا الاقتصادية والعسكرية إذن ومين يسيطر على الأسواق السيطرة على الأسواق فيها جزء انتاجي وتوزيع وتسويق وإلى آخره وحتماً لها التواجد اللي يكون متباجد حتمياً إنما الصين ما بتحاولش يباليها قواعد بنفس المعدلات اللي كانت موجودة روسياً ولا أمريكياً التنازع بين التنازع الأمني مش الاقتصادي بين الصين وأمريكا في آسيا وفي التكنولوجيا جغرافياً في آسيا مش هينفسوهم في أوروبا هينفسوهم في أوروبا تكنولوجيا وأمريكا ضغطة على الدول الأوروبية بتشتريش التكنولوجيا الصينية خاصة في مجالات الصلاة ونفس الشيء ضغطوا عدوك كتير بين فيه بحنا عشان ما نستوريتش من الصين حالياً احتياجها من الشرق الأوسط من المشرق أعسف من الخليج بترولياً وطاقة من بقية الشرق الأوسط وأفريقيا ما يسمى بالـ شو ركاء تجاريين؟ غير كده المواد الرير أرث الرير ماتلز الرير ماتلز المعادن النادر المعادن النادر بالزبط وهي منتشف أفريقي فهنا التنافس فهي حرب البلد تسميش جيوش علم وتكنولوجيا في الأساس جيوش جنب آسيا أو في آسيا مش في أوروبا وأنا متفاهم ألق الأمريكان إن سيم بالفعل بتنمو بإنما هو سريع إنما غير متقبل الألق الأمريكان أنتو بتوع الديمقراطية أنتو بتوع السوق المفتوح رفض المنافسة ليه طيب أنا هستأذر حياتك هروح لفاصل وعايزة أرجع بعد الفاصل هفكر مع حضرتك بصوت عالي في مش هسميها حتى الحرب الباردة ولكن التقارب الصيني الشرق أوسطي والصيني الإيراني والروسي الشرق أوسطي والروسي الإيراني بطبيعة الحال ده ما يشعرش أمريكا بشيء من القلق أو شيء من التوتر حفاظا على الأقل على مصالحها السياسية في المنطقة الصين أصبحت بتنسك تحالفات سياسية جديدة في المنطقة أصبحت شريك حقيقي في عقد المصالحات موجودة في المنطقة زي ما شفنا في المصالحة السعودية الإيرانية مؤخرا وما إلى ذلك هل ده لا يقلق أمريكا بأي حال من الأحوال فاصل ونرجع نكمل الكلام موسيقى زي حضراتكم عاملين إيه خلوني أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية وكل الترحيب بضفنا العزيز معالي وزير الخارجية السابق سيد السفير نبيل فهمي منورنا داخل الستوديو وفندم ويمكن لو أنا حبيت أحاول أضع يعني عنوان ما للحلقة فممكن بيبقى تحديات وفرص في المنطقة وهنا هرجع على مسألة العلاقات الصينية الروسية مع المنطقة وأنهم بيبدلوا جهد حقيقي في الاستثمار في هذه العلاقات في حين أن أمريكا وكأنها تخلق تباعد أو لازالت بعيدة بسبب الأسباب اللي حضرتك سبق وذكرتها لنا متعلقة بأنه خلاص لم تعود المنطقة بنفس ذات الأهمية هل واشنطن مش الآن من هذه التقاربات اللي بتحصل ما بين بكين والمنطقة وموسكو والمنطقة؟ الآن بدون شك الآن وحدد لك يعني رد بمعلومات يعني موثق شفتها بنفسي واسمها تهم من أمريكان ومن طرف ألسيني الأمريكان اتصلوا مش بس بينا كماصر بدول خليجية يعني احنا كانت كويسة ولازالت كويسة بدول عمرها فيها أبسن داون فيها توتر من الحين والآخر الخليج العربي أغلبه كان مؤيد للغرب والغرب كان معتمد على الطاقة من الخليج العربي النهاردة أكبر مستثمر في الخليج الصين تبادل التجاري بين الخليج والعالم أكبر شريك الصين الحاجة الوحيدة اللي بتنفسهم أوروبا كالتحاد أوروبي كالتحاد لما كان دول حتى أمريكا مرة واحدة الدول اللي هي كانت قوية جداً مع أمريكا أمنياً واقتصادياً يعني الخطاقة الأمني الأمريكي كان هو اللي بيحمي الخليج في مرحلة ما بقوا بيبصوا للصين فالأمريكان اللحظوا فبقوا بتسلوا إيه ليه طيب مش هعيزني أبص في الصين ليه أنت أمريكا وده كان على إيدي أنا رئيس الأمريكي هو اللي قال أنا هبص للآسيا لو أنت هبص للآسيا أنا هبص للآسيا ليه إش ما أنت تبص للآسيا عشان شاف فيها مصلحة وأنا ما بصش للآسيا أه وما عندهمش رد قاطع لأنه ما فيش رد منطقي الصين لن توفر الغطاء الأمني اللي كان توفره أمريكا في الماضي اللي أنا مش عايز تلعب الدور ده صحيح إنما لها ثق الاقتصادي قوي جدا وثق الاقتصادي ده هيرتبط بثق السياسي إنت هتتوسع اقتصاديا أسواق وطاقة وإلى خيروة مهما كان مهما تقول إننا مش هنتشر سياسيا مهما أنت عايز تحمل الاستثمارات دي فهتعمل علاقات مع أطراف في الدول دي بعد شوية هتلاقي إنه طيب عايزين نبني على شبكة الاتصالات اللي موجودة شبكة إضافية هتخش بقى فيها طيب الشبكة إضافية دي عايزة بقى ترتبات أمني طوام أو عايزة ورد تقنوي دخلنا في مجال آخر حتى التسليح مهما أنا شخصيا وأنا وزيق خرجي في 13-14 قلت الأمريكان أنا هروح بروسيا وهروح للصين وإلى مش هتوفروه هروح هجيبه من هناك استقبلوا ده جاي يعني هم عارفين الدماغي ناشفة لأنه كنت سفير في واشترد وترح تعدوا على الكلام إنما في نفس الوقت هتستغرب ردوم كان طب بس إيه ما ترفعش النبرة قوي قالش لا لأنه عارفين حاملة يعني هما في الحالة ما أخروا التسليم بعض الأسلحة فقلت لهم بصوا انت تتخانوا معي أنا سهل أنا مدني يعني ناخدوا نردي وكده إنما تيجي تتخاني على المصلحة استراتيجية أنا أبقل هلك هو هجيبنا غيرك فطلقهم قالوا بس إيه ده بس إيه ما تزودهاش قوي ورحت جبت من دول تانية وهم برضو بعدك يسرعوا جزء منها إنه هو مصر لا تستطيع انعزالها عن العالم اعتبرك كثيرة ممكن أشرحها لك بس هي أساسا كده إذا ما بنقول بالمصري يجبها من الآخر فكرة الإنعزال مش وردة في مصر طبعا أنا أعيش في قارتين مش بتنسى سينة دي في آسيا على بحرين أبيض والأحمر بس تولد ستيف المية من أكلي ميتي جاي من الخارج عايزة أجيب استثمار أجنبي عايزة أجيب سياحة ونضيف زي ما نضيف حتما لازم بيلي علاقات خارجية كثيرة ومتنوعة إيه اللي بيأمني؟ إن عندي أكتر من خيار مش هقاطع أمريكا طالما أنا عايز يبقى ليه علاقات دولية حتما هخبط في الأمريكان هخبط بمعنى هلتقي بالأمريكان إيجابيا أو سلبيا وحلتقي بالصين وحلتقي بالروسي ما أقدرش مش أقطع جسور ما أقدرش أقطع جسور أقطعهم ليه؟ أنا في النهاية الشيء دايما الناس بتنسب دايما لديك مسين أنك أنت كسفير في الخارج عليك أنك تحسن العلاقة بينك وبين الدولة أنا أطلق أنا أولا ليه دعوة بحسين العلاقة ليه؟ حسين العلاقة دي نتيجة مش هدف أنا ومسؤوليتي حماية المصحة المصرية صح ده بقى بتيجي عن طريق حسين العلاقة بعمله بتيجي من خلال خنائة وحامل وحامل الاثنين في ظروف مؤينة فهيوا الأمريكان اتعودوا على العالم القدب الواحد أو الأوحد بعدما تحسن فيدي انهار ومش عايزين منافس تاني بسرين أصبح منافس اتصادي قوي ومنافس تكنولوجي له مستقبل روسيا منافس أو قوة عسكرية أكثر منها قوة اقتصادية والتحاد السوفيتي النهار اقتصاديا مش عسكرية طبعا فنعم السين لودور في المشرق وفي الشمال الأفريقيا طبعا اللي هم نشاط قوي في العاصمة الإدارية هنا وبيشتغلوا شغل كويس والأمريكان بيشتكوا هنا حين والآخر إنما مع الوقت طالما أنت ما بتستعديش حد الكل حيتعاون طيب في الأزمة الرهنة الحالية دي أنا عندي ما يحدث على الأراضي الفلسطينية وعندي مصر بتلعب دور أراء دور كبير وشديد الأهمية بل هو دور جسور الحقيقة أنا معتدتوش في عمري المتوسط المتوسط زي ما بقولك ده وأنا على مشارف الخمسين ومن ناحية تانية الأمريكان لو سمحت لي في استخدام التعبير وكأنهم بيلعبونا مش بيلعبوا معنا يعني مش في قلب اللعبة عاديين بيلعبونا من أحيانا نسمع مجموعة من التصريحات الرائعة على سانجو بايدن أو أنتوني بلينكن وأحيانا نسمع من نفس الشخصين تصريحات عكسية إيه اللي عايزة أمريكا في الأزمة الحالية؟ وعايزة إيه من مصر؟ عايزة تتجأنب التسعيد خارج غزة إلى مطق المجاورة ده أول شيء أول يعني تقديري أنا وأنا اللي لم ألتقي ببلينكن خير أهل الجاورة الحالية هو لسه مجاش مصر لقيت النهاردة وأنا مش حلتقي بيه طبعا منش دور في ذلك إنما قراءتي للوضع الأمريكي هو مش عارف يوقف إسرائيل أو مش عايز يوقف إسرائيل مش عايز يوقف إسرائيل يا مش عارف يا مش عايز هو في الغالب كان مش عايز ودلوقتي مش عارف إنما مش مرتاح للتسعيد غير اللي لازم على الحدود يبقى إسرائيل وغزة هي مشكلة حنفتح بقى كمان إسرائيل ولبنان إسرائيل وسوريا حنجر بقى كمان إيران فلسطوانا دي وندخل بقى اليمن والبحر الأحمر وباب المندب وكل هذا الكلام كل ده فآن واحد هم مش عايزين دي ها ولذلك تقديري إنه يعني بأمانة كده أنا استغلت في العمل الدبلوماسي خمسة وستاتين سنة عملا ما شفت حرب تمتد أربعة شهر إلا سبعين وفيه رفض وقفت لقى النار أي حرب بتقوم بعد ثلاثة أيام يبتلوا الناس يتكلموا وقفت لقى النار ويتحقق بعد سبوع سبعين ثلاثة بقى لنا ثلاثة شهر وكاسر وأمريكا لسه رفضة وقفت لقنار الزيان فهما حتى الآن مش رديين يوقفوا إسرائيل نمى التحذير اللي المطروح حاليا ما قسعوش أكثر من اللازم إسرائيل بتساعد بشكل محكوم إزاي؟ أنا عايز أساعد عشان أقول الأمريكا أنا في خطر فحضرب حد من حماس حضرب حد من حزبال حامل تفجير في إيران حعترف ببعضها وحنفي البعض الآخر من ناحية بالإجراءات دي كلها بثبت للمواطن الإسرائيلي إن أنا قوي وليس إن بقى عندك ثقة فيها ومتأثرش بإن بقى ثلاثة شهر مش عارف خلص على حماس يعني اللي حصل في غزة تدمير بشع إنما حتما وحماس يعني تعرضت لخسير كبيرة جدا إنما الهدف الإسرائيلي اللي أنا حقضي عليهم متحققش فالمواطن الإسرائيلي اللي كان متصور إنه هو قوة هائلة ووجد إنه الله ده بقى أنه من حالة ثلاثة ونص وما خلصناش على الخطر اللي علينا اللي هو تجاوز أصلاً حقات إلكتروني وإجراءات وقوبة حديدية بحاجات بسيطة فعشان يعيد الثقة لدى المواطن إسرائيلي فضل عن احتراض داخلية خاصة الثانية بيعمل التسعيد ده وعشان يفهم الأمريكان اللي إحنا في خطر ما تبعدوش قوي فعندك الإسرائيل بتزقوا كده شوية تسعيد شوية الأمريكان ماشيين معهم بس ما تزقوش قوي لأنه في ما يسمى دباب الحرب متقدرش تبع عندك خمس معارك ومتصور إنها كلها هتمشي بالزبط الفعل ورد الفعل المحكوم والأمريكان خاصة مع بداية حملة انتخابية مش هايز يخش في حرب تانية إذا هو لسه تطلع من أفغانستان وفي مشاكل لسه لسه في العراق عنده تواجد في سوريا ما عندهش رغبة نهائيا إنه يخش في حرب تانية زائد إنه وضعه في المنطقة اه اتهز يعني نديك مثال بسيط جيد أمريكا لسه مهمة ودول المنطقة بيستقابلها عشان بيستقابلها إنما عمر ما حصل في التاريخ إنه رئيس أمريكا جيه من أمريكا لغاية المنطقة وما دعوا يقابل ثلاث رؤسة عرب ويتلغوا المقابلة هم اللغوا المقابلة بعد ما جيه بعد ما وصل لمنطقة رفضوا مقابلته ليه؟ لأنه حضر مجلس وزر الحرب هيا أنت روح هتقولنا كنت مؤيد إسرائيل هنشتكي إنما تحضر مجلس وزر الحرب أو مجلس حرب وحرجي لي من مجلس الحرب وبعدين هتقوم العمليات وأنا هتحمل إن أنا بستقابلك وإنت بباني الحرب وعامل لنفسه بأنه هو جزء من إدارة هذه الحرب بدأوا بقى لما لقوا إن فيه يعني فجاجة التصرف الإسرائيلي وعلى إنسانية التصرفات قالوا لأ يعني تجاوزات أكثر من اللازم ألاف الفلسطينيين بيموتوا بنطلب من الإسرائيليين يعني يعني لموا العدة شوية بس ما أخدوش الإجراءات الملأمة لسالك في قانون أمريكي بيننا تصدير السلاح الأمريكي إذا يستخدم ضد المدنيين القانون و الكلام ده سمعنا منهم كثيرا طيب الجامل إسرائيلي ده إيه أنا كنت على برنامج تريبيزيون غربي فالمسيحة بتقول لي والله أنت بتقول إن فيه إبادة جماعية لا يعني هم بيستهدفوا هداف محددة تارجيت كيلينج مثلا والله لو كان جامل الناس مصبوط يبقى هم بيستهدفوا الفلسطينيين إن مات واحد وعشرين ألف وواحد فهما مش طيب يعني الهدف إيه؟ لو الهدف مدنيين تبقى جريم لو الهدف مش مدنيين وقتلهم يتبقى جريم برضه فمردتش إنما فيه تثاوت بسيط مش كافي بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي الخطوة الثانية اللي هتركز عليه أمريكا طيب إسرائيل تغير طريقة العملات العسكرية اللي كان بيكلم فيه بلينكين بلاش الطائرات بلاش القصف البعيد خلي فيه تواجد أخاف خاصة في الواسط والجنوب لأن انت بانت زقتهم في الجنوب لما تدرب هناك هيرخوا فين أو كده يبقى على الحمود مع مصر أيها وده اللي مش عايزين الأمريكان برضه مش عايزين قصة إنك مصر من جانب الجانب الآخر الأردن أعلنت من أول يوم أي تهجير قصري لو حصل من الدفة غربية يبقى ده حط أحمر ووزيخ رجال الأردني الأخ أيمن قال حيتبقى الاتفاقية في مسبلة التاريخ على وادي عرب لأن طبعا بالنسبة لهم التهجير القصري ده يعني إعادة يعيد إليهم مرة تانية ما حدث في النقبة الأولى فهنا بقى أمريكا لأ مش عايزة كده ومش عايزة تجازب بهذا كده إطلاق واخدوا موقف علني بأنه لأ ده مرفوض إنما لو العمليات العسكرية استمرت حيروح فين فلسطين ده بيستهدفوا الخطوط والممرات اللي هما بيحددوها ممرات آمنة فحيروح فين فهتحصل أزمة مع الجانب دربوا قائد من حماس في لبنان ودربوا حد من حزب الله مبارح من حزب الله أنا في عتقال دي مش هيكون في رد فعل سريع أنا ما هيكون في رد فعل طيب ده جبالك من آخر معالجناش المشكلة ممكن تعمل وقف تق النار وهتبقى نهيت حلقة مقاطة وهنلاقي عنف تاني بعد كم شهر بعد سنة عنف يا فلسطيني يا إسرائيلي لازم تعالي المشكلة مش تعالج الأعراض للمشكلة تعالي المرض المرض هو احتلال بدون أنما تعالج تربط بين الأزمة والحل كل اللي بتعمله إنك طيب منطفي المطافي هنا وكل واحد ينام على جنبه شوية وبعد ستة وشره ورسانة لما الناس مش اخدا بالها ما هننسى أحداث الخليل بأخله في الجامع قاتل خمسة وعشرين واحد صحيح واللي قاتل الرابين اسرائيلي مش فلسطين صحيح بعد الاتفاق اسلو 93 طيب ده يخليني يا فندم هتساءل إذا أنه أمريكا لا تريد اتساع رقعة الصراع أكثر مما يجب وإذا كان عندها تخوفات من أنه إسرائيل قد تستفز مصر لدخول على خط الموجهة لأنه لو مصر دخلت اشتعلت المنطقة بالكامل وهتبقى كارثة مش بس تهديد مصالح هتبقى كارثة للكل بما فيها القرنة الأوروبية إذن لماذا تستخدم أمريكا حق الفيتو دائما وأبدا حتى الاجتماع الأخير لعدم تمرير قرار وقف إطلاق النيران وقف إطلاق النيران وارد جدا أنه يبقى مشروط يعني وما يبقاش طويل يعني نقول إن إحنا هنقر هدنا مدتها أسبوعين في هذه الأسابيع أو في هذه الأيام من الخمسة عشر نستطيع إن إحنا نحط خطوط ولو يعني بسيطة مش أقول حتى خطوط عريضة بعض النقاط ونبدأ نضع زي مصار أو خارطة مال العمل بص موقف خاطئ وسيء ويعكس استوجية نعير وعدم مسؤولية دولة عظم يعني حتى الأمريكان بينسوا أنتو مش بس أمريكا أقوى وأغنى دولة في العالم أنتو عضو داية في مجلس الأمن عليكم مسؤولية خاصة في حماية الأمن والسلم الدوليين إذن اللي مطلوب منك أنت أنت تكون مثال أكبر وأقوى وأكثر التزاماً من أي طرف آخر في مثل هذه القضايا التصويت الأمريكي الأخير هو امتنع عن التصويت الأخر مرة مرداش يأيد امتنع إنما بصراحة موقف مغصي لأنه داخل قرار إنساني ما كانش قرار يعني شديد اللهجة على الإطلاق الغلط منه كان وعدها وقفت لقنار عشان تساهل بقى الاستمرارية دخول المواد الإنسانية والغذائية إلى آخر السبب الوحيد دا مش معلومة دا تحليل للموقف الأمريكي الظروف الداخلية الأمريكية لسا بايدن أولا بايدن اللسانه صهيوني آه ويصرح بذلك طول الوقت وقالها من زمان هو بس إيه يعني كنا بنفوت على الأساس إنه هو قالها الجلد مقير زمان آه هو بقى ترعمل كثير الكلام إنما هو مؤمن بهذا الكلام وأنا سألت الناس كثير من المسؤولين الأمريكان السابقين والحالية قالوا ليه لا المواقف اللي بداخل الأمريكي دا مواقف هو هو مقتنب بهذا الكلام وجزء من هذا معتقداته وجزء تاني إنه الداخل في الانتخابات إنما بما إنه هنقرب الانتخابات مش من مصلحته يخش الانتخابات ويقرب منها في حالة حرب أو في حالة حرب المشتعلة فاللي ممكن توصله تهدئة نسبية مش انتهاء المعارك أو في التقنار بالكامل تهدئة نسبية مناوشات مختلفة استمرار للتحجير الفلسطيني المبعثر في مناطق مختلفة دخول بعض المواد الإنسانية الإضافية والموضوع يستمر شوية والأمريكان رسميا ومراكز البحث رسميا ومراكز البحث وفي فصل بينهم إنما في تواصل مراكز البحث ما بيكلمك بيكلمك بصفته مراكز البحث إنما بيسمع وعنده اتصال دائم وتأثير وعلمه ما بينفوش ذلك ما هوش سر ما هوش بيتكلموا على ما بعد وقفتلق النار طب لو وصلنا وقفتلق النار أنا أعمل إيه؟ مين هيحكم غزة؟ هنأمن إسرائيل إزاي؟ يعني في نقاش حضرته الغالبية العظمية من الأسئلة المطلوب الإجابة عليها إزاي نستجيب لاحتياج الإسرائيلي فكان ردي اللي هو أنهى النقاش إنه السلوب الوحية تستجيب لغبة الإسرائيلية لها الأمن إنك توصل لسلام فلسطين إسرائيلي بدولة فلسطينية تحل المشكلة تنهي الأزمة حيبقى عندهم السلام والآمن عايز مجرد تحط تبات أمنية ما فيش حربي حيخش على دبابات إسرائيلية يأمن غزة خاصة وده موقف إسرائيلي معلن إن إسرائيل بتقول إنه بعدها وأفتلق النار إحنا لنا استيادة الأمنية يعني عايزين حد يدير على الأرض إنما إحنا بنقرر نخش ونطلع أمتى مين اللي هيخش على هذا الأساس لو كده ما بقتش دولتين يعني حاولت تتصور مثلا إيه ب لأن ده تصور نظري ومضحك الحقيقة إنما بيطرح يعني نظري ومضحك وبيطرح وبيطرح من مسؤولين بعض الغربين يقولك والله تبين الدولة عندها سلام مصرية أول ومإحنا وبعدين من أردن وبعدين الدول اللي هي عامت تفقات الإبراهيمية فباحثين مسؤالي قلت لان يا بان وده سؤال إيه التحفز بتاعك؟ تحفز سهل جدا عايزني أنا أخش أأمن غزة بعد الدبابات الإسرائيلية ولما تقوم مشكلة قادرة فيكم انتو الاتنين مم يعني أنا متحطة في فلسطين أكيد وعايزني أدرا فيك؟ يعني عايزني في النهاية عايزني أخش على الخط معاوة معاك أخش بقا معاك بصلي كده باستغرق إنما بيفكروا في هذا الكلام وإيه الخط التاني كل التدمير ده اللي حاصل من اللي هي تحمى النتائج؟ من العرب هم اللي هيشين خطة الإعمار ده مش رأي أنا ده رأي الغرب إنما أنتو طبعا ورد فيها الواحد صديق عربي كان انتو فاكرينة مكينة اي تي ام مكينة صرف حنصرف عشان نصرف إيه لتهدى تهدى تاني إحنا حنصرف إنه ببقى فيه عضي ضلالة كاملة وعشان المواطن الفلسطيني إنما مش حصرف عشان خطة تهدى تاني فعشان تشجعني إن أنا أساعد أخي الفلسطيني لازل إنه بقى فيه استقرار في المنطقة وعشان كده أنا برجع تاني النزاع بقى له سبعين سنة عدد المرات اللي فيه عمليات عسكرية أو عنف ما تعادش على الإيد الوحدة أو الإيدين يعني عاجة غير معاول و و يبقى يعني من السزاجة التصور إنك لو عملا وفت لقى النار دون حل المشكلة لأنه مش حال فجر تاني العشرين، واحد وعشرين ألف الفلسطيني اللي ماتوا دون سبعين في المية منهم زيدات وأطفال مفيش أهل أي واحد من دون من الظلم والغضب اللي عنده مش حيلجأ إنك حاول يأخد حقه بدلعه ومم الجادة مثل الإسرائيلي حاليا مش في غازة في الدفة غربية العمليات القتل الإسرائيلي للفلسطينيين في الدفقة الغربية أكتر من قبل 7 أكتوبر رغم أن القصة ماشي هناك وده من المستوطنين ضد الأبرياء الفلسطينيين وبيحميهم إن جيش الإسرائيلي غير أنهم اعتقلوا أكتر من 4000 واحد أكتر من الأفراجوا عنهم في غاز طب أنا فضل يمكن دقيقة واحدة ويمكن في الديقة دي مش عايف أنا هحاول بقى مستثمر شاطر يعني في الديقة دي هحاول أفهم هذه الجولة من الصراع على الأقل الصراع العسكري من المتوقع أنها تستمر لحد إمتى يعني زي ما بيقول الإسرائيليين نحن مستمرين حتى نهاية العام 20-24 ولا ما يقدرش يكمل طول المدة دي على النمط الحالي لأ لأ تبارات عديدة أولهم بلاش ترتيب إنما أولا الاتصاد الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي مبني على الاحتياط عدد الناس اللي من الاحتياط المجندين حاليا في عمليات كبير جدا ما يقدرش يخليهم خلق الاتصاد سنة كمان دي حاجة وخاصة الناس اللي بتخش في مجال تكنولوجيا مرتفع جانب الآخر هتخش في التخميات الأمريكية الرئيس مش عايز يبقى فيه معارك عسكرية في وقت خوده للدخول فإذا فيعتقادي إنه هيحصل تهديئة إنما مش نتنهاء يعني في الستة شهر اللي جايين من ستة شهر لثمانتة شهر هتجد إنه العمليات بتهدي وكل شوية فيه منوشة ومش هنوصل للأسف في الستة شهر وثمانتة شهر اللي جايين لاتفاق كامل على المرحلة اللي جاي مع إنه هو ده رأيي أنا إن نحط أعناص للتفاق الكامل من أول وقت تلق النار لغاية تبادل الأسرة على الجانبين مرورا بإجراءات انتقالية إلى آخر لغاية موضوع الحل النهائي وعشان توصل لحل النهائي اللي مضحك واللي مؤسف لازم تعمل الانتخابات في إسرائيل الحكومة الإسرائيل الحالية ما بتعملش حل مع نفسها فمش واردنا هتعمل حل وفي واضح إنه فيه تنازع فلسطيني بين السلطة وحماس فإذن الجانب الفلسطيني لازم يوفق نوقفه حوالين هوية وطنية والجانب الإسرائيل لازم يشكل حكومة على استعدادة إنها توصل لحل وضوع أكتر تعقيداً مما يجب أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي ولا على إيه ولا على إيه يعني الحقيقة أشكرك جداً على قبول الدعوة أشكرك جداً يا فندم على الوقت اللي ديتهولنا أشكرك إن إحنا سمحت لنا نأخرك لحد الوقت ده فكل الشكر لحضرتك كل الشكر اللي معالي وزير الخارجية السابق ست السفير نبيل فهمي ألف 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 شكر أنا أنا بشكرك واتنعك بلخير وألف شكر على كم التحليل والمعلومات والإنسايتس اللي الموزيع استفاد منها بشكل شخصي وأعتقد كل المتابعين الآن على الشاشة كانوا بيستفيدوا منها الحقيقة وأنا أظن استمعت بكل إنساط أتمنى أن أنا أكون استثمرت الوقت بشكل جيد أشكرك جداً يا فندم كل الشكر لكم على حسن المتابعة